مش أنا بتتجاوزي بقى تاني يا عمر لا يا عمر خلاص بقى يا عمر لا أنا السيرة دي بيتخض منها خلاص بقى يا عمر تفتكر حكاية الفستاندي هتوقف سوقك في الجواز الله أعلم أنا مش عايزة سوق الجواز ده خالص مش عايزات لا لا خالص مش عايزة الليلة دي خالص أنا خلاص كده الحمد لله تمام عرفت إن أنا حظي في الليلة دي مش ماشي تجربك في الزواج مش لطيفة لا لا خالص فأنت مش عايزة تتجاوز دي جايز حكاية الفستاندي تفتح السوق لا 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 شكرا مش عايزة مرسي لا لا طب بس برضو لازم تقول للناس اللي كانت بتقول ويه يعني مجسمها حلو تلبس اي حاجة ترد عليهم تقول لهم ايه لا البس الحاجة اللي تناسبني وتناسب شكلي وصمعيتي ومجتمعي وولادي وأهلي وبيتي لازم كل حاجة تبقى مناسبة مع بعض بصغرانيا الإصرار على الزنب هو ده اللي فيه مشكلة بالضبط إنما الإنسان اللي بيعمل الحاجة حتى لو عملها وهو كان فاكر إنها كويسة بس فيم إنها غلط إنها طيبة يا عم إنها طيبة واعتذر عنها وتراجع عنها لازم المجتمع يقدر يسامح ويستوعب متهيقلي عشان بس نسامح بعض عشان الدنيا تمشي أكيد ترجمة نانسي قنقر